السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم وقاية من الأزمات النفسية والصدمات المفاجئة تعالوا نعرف بعدما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم مش لازم حبيب الإنسان ينتظر أنه يصاب بأزمة نفسية من البداية أبدا فالأصل أنه عندنا قاعدة اسمها الوقاية خير من العلاج قبل ما أصاب بصدمة نفسية أو بأزمة نفسية أو بصدمة مفاجئة أعمل وقاية نفسي بفضل الله سبحانه وتعالى لأن بعض الناس إذا أصيب بصدمة مفاجئة أو ابتلاء شديد قد يصاب بأزمة نفسية حادة جدا توصلوا لمرحلة الاكتئاب ربنا عافينا عافيكم أو يصاب عيازا بالله بقلطة ربنا عافينا عافيكم أيضا وبعضهم بيتحول إلى الإلحاد وبعض الناس عيازا بالله بينحرف أخلاقيا إذا أصيب بصدمات مفاجئة أو أزمات نفسية عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كان يعلمنا أن نكثر دائما من هذا الدعاء كما عند الترمذي بسندا صحيح كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ما شاء الله ولذلك عشان كده بنقول للوقاية بقى من الصدمات المفاجئة والأزمات النفسية هنعمل أربع حاجات في عجالة سريعة رقم واحد ودي أهم حاجة الاستعانة بالله والاستعاذ بالله من أي صدمات مفاجئة ومن أي أزمات نفسية لأن مقاليد الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله رقم اتنين حبيبي الاكثار من ذكر الله في حال العافية يعني أنا مش هاجي أكثر من الذكر والقرآن والصلاة والعبادة لما أقع في بلاء لا أدوانا في حال العافية أكثر من ذكر الله ومن العبادة ومن الدعاء ومن الاستغفار إلى غير ذلك من العبادات بفضل الله قال جل وعلا عن سيدنا يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون يعني التسبيح السابق قبل أن يدخل في بطن الحود كان سببا في نجاته من بطن الحود بفضل الله كان سبب من الأسباب وإلا فهناك أسباب أخرى أهمها رحمة أرحم الراحمين ثم بعد ذلك شفاعة الملائكة الذين شفعوا لسيدنا يونس عليه السلام لما سمعوا صوته ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قالوا يا ربي صوت معروف جاء من أرض غريبة قال هذا عبد يونس قالوا عبدك يونس الذي يصعد إليك منه كل يوم عمل صالح ودعوة مستجابة قال بلى قالوا اللهم شفعنا فيه فقبل الله شفاعة الملائكة وأمر الحود فلفظه على شاطئ البحر بفضل الله سبحانه وتعالى يقول جل وعلا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ما شاء الله يعني زي ما ربنا نجى سيدنا يونس عليه السلام من بطن الحوت فكذلك أنتم إذا كنتم من المسبحين الله عز وجل ينجيكم من الشدائد ومن الصدمات ومن الأزمات ومن الكربات ومن الأحزان ومن البلاء بفضل الله سبحانه وتعالى فأكثروا دائما من ذكر الله ومن كراءة الكرآن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب رقم ثلاثة حبيبي صنائع المعروف فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبران في الكبير بإسناد حسن قال صنائع المعروف تقي يعني تعمل وقاية تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب رقم أربعة دي آخر حاجة في ذكر معين بنقوله يقين من الصدمات المفاجئة والابتلاء المفاجئ بفضل الله قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح واكتبوه وحفظوه من قال حين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يصبه فجاءة بلاء حتى يصبح ومن قاله حين يصبح ثلاث مرات لم يصبه فجاءة بلاء أو فجاءة بلاء حتى يمسي يعني لو أنا ثلاث مرات الصبح مع أذكار الصباح وأنا ثلاث مرات مع أذكار المساء لا يصيبنا بلاء مفاجئ ولا أزمات نفسية على طول بفضل الله سبحانه وتعالى إذن فهذه أعظم مقاية من الأزمات النفسية والصدمات المفاجئة والوقاية خير من العلاج أسأل الله عز وجل أن يصرف عني وعنكم كل سوء وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته